طيب معسكر النادي الآلي في النمسا كابتن خالد بيبو موجود في النمسا أول أمس ومعاقل كابتن سامير عدلي هلال تم الاستقرار على فنده الإقامة تم حجز كمان غورة فنده الإقامة كل اتنين لعيب هيكونوا في قوضة الفريم ورد ما يصل إلى النمسا يوم الاتنين اللي جاي كل لعيب هيستلم المفتاح بتاعه وعرف هيينزل فين القوضة بتاعته فين الدور بتاعه فين كل شيء تم تسكينه بنسبة 100% ملعب التدريب بجوار فنده الإقامة تم الاتفاع عليه والملعب كمان تم تحضيره وتجهيزه للفريق خلال الفترة اللي جاي صالة الجيم كل التفاصيل تم الاتفاع عليها المطعم المعسكر من إيتو زيب تم الاتفاع عليه كابتن خالد بيبو المفروضة يرجع بكرا إن شاء الله كان من المقرر يرجع النهاردة لأن الزيارة كانت 48 ساعة ولكن عشان الاتفاع على المباريات الودية أرجع معاد العودة إلى الغد بإذن الله المباريات الودية حتى الآن بشكل مبدئي كولر عايز مباريات ودية يوم 2-9 ويوم 5-9 المباريات الودية بشكل مبدئي يوم 2-9 ويوم 5-9 دي المباراتين الوديتين اللي طلبهم كولر في المعسكر جاي للاتفاع مع الفرع اللي هتواجه الأهلي يوم 2-9 بشكل مبدئي هتكون أكيد في المباراة في المتناول لأن دي أول مباراة ودية أو أول مباراة في الموسم الجديد فمش ينفع تخش في مباراة قوية او متوسط المستوى عايز مباراة تبقى على قد اليد كده تنزل وتلعب يعني تجري بالكورة شوية فبالتأكيد يبقى فيه تدرك في المستوى في المباريات الودية فالمباريات الودية مبدئيا يوم اتنين ويوم خمسة تسعة ان شاء الله قبل العودة خلال الفترة اللي جاي